أما في مصر انقسم الوسط الفني المصري إلى قسمين بسبب آخر تصريحات الممثل المصري يوسف الشريف عندما خرج تحت المقابلة تصرح أنه يرفض أداء أدوار مخلة بالحياء وهمه هو إرضاء الناس وليس أنا أو إرضاء لا هقول وليس الناس رغم ظهور الإعلام القليل إلى أنه استطاع إطارة جدل من خلال مقابلة واحدة بين المتابعين والنجوم وشنت ضده حملة بدأت من الوسط الفني أولهم المخرج مجدي أحمد علي عبر منشور أو انتقدوا فيه منشور عبر الفيسبوك وأيضا محمد العدل اللي وجه له رسالة مشفرة وغير مباشرة ليوسف الشريف في حدة فعنه العديد من فنانين الوسط منهم أيتن عامر هناء زاهد ناهد السباعي ناجد هشام ناجد وزوجة يوسف إنجي علاء حقيقة الأمر إن فيه جايز قيود شوية أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني آه ده واقع ما بحسش إن ده صح بالنسبة لي يوجوه إن حصل على يوسف أنا ضده لأنه هو حر بسبب بسيط جدا يوسف هو نجم كبير جدا تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا يوسف بيعتمد بأنه كل الناس اللي تشتغل معك الأمر فيها مبسوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر